أما الآن فنعود إلى استوديو وتنظم إلينا أيضا لطاولة النقاش والحوار الصحفية مقبولة نصار أهلا بك سيدتي في البداية ووفقا لما استمعنا أيضا من مراسلنا ومن ضيوف مراسلنا قبل قليل الحمدة الانتخابية حتى وفي ساعاتها الأخيرة يسودها الترهيب يسودها التخويف بشكل أو بآخر هل انتقلت هذه الانتخابات من انتخابات كان من المفترض أن تكون تقليدية إلى انتخابات دراماتيكية فعلا يعني أعتقد أنه دائما تبقي هناك استعمال لكافة الوسائل هناك الإقناع لماذا نعم أيضا لماذا لا ووضع الأحزاب العربي بالذات الخطورة لموجودة فيها حتى كافة الأحزاب العربي من ناحية نسبة الحسم يعني بأهل استخدام كافة أنواع منها قضية الترهيب يعني أعتقد وكمان في أمور كثير إلها في إلها أساس يعني عندما تجد أنه بني مين نتنياهو قام بتشغيل حملة سرية للتأثير لتثبيت أو إحباط نسبة التصويت بالمجتمع العربي يعني وهذا الرجل نحن نتذكر أنه في مرحلة معينة عندما كانت هناك القائمة المشتركة عندما قال جملة واحدة للجمهور اليمين الإسرائيلي أن العربي يتهافتون أو يهريلون أنه رفع نتيجته في ذلك الوقت حوالي عشر مقاعد في ذات اليوم فيجب أن نكون وعين على أنه يجب أن لا نستهتر بمثل هذه التحركات هناك مكان للترهيب بعض الشيء وهذا هو الوقت لاستعمال كافة الأساليب لإقناع الأصوات الطافية والمترددين أو المقاطعين المنسمين أكثر عن عشم زعلانين بتقديرك هل بعد كل استعراض اليمين الإسرائيلي لهذه الأدوات في ثني المواطنين العرب عن المشاركة في الانتخابات والتصويت فعلا يرهب المواطن العربي الإعلان عن أدوات من هذا النوع أو حدوث ربما اعتداءات معينة أو ما إلى ذلك دائما هناك أمور تحرك الإنسان العربي بالذات إذا كانت على الصعيد العنصري اللي طبعا بتكون تكشف بشكل واضح عن وجه هذه الجهات والحركات ولكن أيضا مجتمعنا العربي يعني كأنه تعود تأقلم وفيه كمان هذا التوجه اللي إحنا تبنيناه هو توجه ممتاز لا شيء سيحركنا عن بلادنا لا شيء سيقتلعنا من هنا بالتالي يعني هذا الشعور بالانتماء والقوة يعني أحيانا هو أيضا ما يدفعنا إلى ربما عدم الأخذ بعين الاعتبار لقضايا الترهيب ومشكلتنا كمان أنه إحنا دايما جاهزين للأزمة السابقة يعني بنفكر كل التحديات أو كل المحاولات بعد اليمين الفاشي والعنصري هي تكون تطهير عرقي أو اقتلاع لا يعني هناك خطط أكثر لاختراق المجتمع على إضعافه لقمع حرياته يعني فقط من خلال وزارات مثل وزارة التعليم أو وزارة مثل اللي بدو إياها بنكذير ممكن يؤثر على حياتنا اليومية وعلى مؤسسات وأجيال اللي هي جدا جدا مهم لإلها يعني أمور معينة فالقضية مش قضية أنه هني بالمعنى القديم التقليدي طبعا أنك بيجوا مع جرافة ويحملونا وطلعونا إنما بسياسات أخرى لاختراقنا لإضعافنا يستطعون فعل الكثير واستراتيجيات غير معروفة سنعود على نقطة متعلقة ببينكذير وتصريحاته المنصرمة بخصوص وزارة الأمن الداخلي والتي تؤثر بشكل واضح على المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل لكن دعيني أعود الآن إلى وطن القاسم الخبير الاستراتيجي أستاذ وطن إذا ما نظرنا ربما إلى أنماط التصويت في المجتمع العربي في البلاد في الانتخابات البرلمانية على العموم نشهد اختلافات نشهد تبدل في كل جولة انتخابية أو دعني أقول حتى في كل انتخابات وليس في كل جولة ما الذي فعلا يؤثر على أنماط التصويت في المجتمع العربي أين يسهل التعامل مع اختلاف أنماط التصويت وإنما يصعب التناول بس اسمح لي بكلمة عاقب على الموضوع الأخير اللي حكيت عنه موضوع التخويف لأنه وفق الاستطلاعات اللي إحنا كنا نشوفها السيناريو صفر تمثيل لأعضاء عرب في الكنيسة هو السيناريو واقع يعني نحكي بلغة أنه فيه تخويف لا هذا مش تخويف هذا واقع هذا السيناريو اللي ولا مرة إحنا كان موجود ولا مرة جربناه فمن هون حسب رأيي صار الكامبين تحول إلى نوع من أنه هذا السيناريو واقع جدا ممكن نصحه يوم الأربعاء على برلمان خالي من التمثيل العربي وتخيل شو ممكن يكون الجو والمناخ السياسي خلال هذه السنة أو السنتين القريبات بالنسبة لموضوع عن ماط التصويت إحنا منلمس عدة شغلات أول إش الناخب بحب أن يشوف نتائج سريعة على أرض الواقع سواء كان في موضوع الأمن الشخصي المواطن في نهاية المطاف بدي يطلع من بيته يودع زوجته وأولاده وعائلته يشتغل ويرجع على البيت سالم وآمن ويطور ويربي بيطلع لنا نعيش زي باقي شعوب العالم اللي عايشين بسلام وبحرية وبأمن فإحنا وصلنا إلى وضع أنه مطلبنا الأول هو أنه نرجع على بيوتنا أمنين وبسلام لعائلاتنا فهذا شيء لا يعقل فالمواطن بده هاي الناس اللي تحكي وتحاول وتطرح وتكافح وتحارب على هذه المواضيع بالإضافة لموضوع هدم البيوت لا يعقل أنه أنا عندي أرض في الرامي ممنوعة أبني عليها لا يعقل أنه مجالس محلية وبلديات صلى عشرين سنة ما أعطونش متر توسيع لمسطحات البناء أو لمناطق الصناعية يعني صحيح في إنجازات وأنه هناك في دمج المواطنين العرب في موضوع التشغيل والهايتك واجتهادات شخصية في الأكاديميا وفي الأبحاث وفي العلم لكن هذا لا يكفي موضوع آخر اللي إحنا لحظنا أنه بهم المواطن هو الناس بتحب تشوف وجوه جديدة فمن هون المشكلة إنه صحيح خمس انتخابات خلال سنتين ونص ولكن المرشحين العربين هون شباب يعني قسم كبير من هون في السنوات الأربعينات أو الخمسينات يعني يعني الناس اللي هون صلوهم ست سنين على الساحة السياسية هذا ليعتبر مرشح اللي صلو خمس وعشرين سنة أو ثلاثين سنة فالناس تعبت شوي من تكرار الحملات وتكرار رسائل جولة بعد جولة وهذا الإشي إحنا شعرناه ولحظناه في الاستطلاعات لكن ومع ذلك فقط أشير إلى أنه سياق الترهيب الذي تحدث عنه يتعلق أكثر في اليمين الإسرائيلي وشخصيات متطرفة كبينكفير وحول ذلك أسأل مقبولي نصار يعني عندما يتحدث شخص كبينكفير في يوم من الأيام بأنه يطالب وزارة الأمن الداخلي بعد ساعات قليلة بن يميني تنياهو يرحب بهذا الموضوع في وسائل الإعلام على العلن أليس هذا عنصر ومعيار يدفع المجتمع العربي في البلاد إلى الخروج وتكثيف المشاركة السياسية؟ من المفترض بالفعل أنه هذا يدق لإلنا نقوص خطر كبير كما قلت أنه أحيانا من خلال وزارات معينة وتمرير سياسات تخترقنا وتخترق حياتنا كمجتمع عربي بإمكان هذا اليمين الفاشي والعنصري أن يفعل الكثير وأن يؤدي بأكثر عمليا فعندما يستعمل بن كفير مثل هذه المقولات عمليا هذه الوزارة ليست بجيبته ولا أصلا الحكومة موجودة في جيب نتنياهو لكن هاي رسالة أخرى إضافية في هذا الوقت المتبقي لجمهوره اللي بيقول لهم برسالة عنصرية جديدة سأكون في وزارة الأمن الداخلي أنا من سيعالج هؤلاء العرب أنا سأريكم كيف يتم التعامل مع هؤلاء العرب فعمليا هو بقدر ما يريد ترهيبنا هو يجمع أصوات أخرى من فريقه الفاشي أكثر وأكثر من خلال بيقول له أنا مش رح أخذ السياحة ولا المواصلات أنا بدأ أخذ المحل اللي بالضبط بدأ أحط السيطرة على هذول أنا بعد برهن العدو مراكز صنع القرار إن كان السياسي أو الأمني يعني تماما يعني إن كان يعني مش بالصدفة مثلا أيالة شكيد كل الوقت أخذت وزارات أو القضاء أو الداخلية لأنه هي بتعرف أنه من خلال هاي الوزارات تستطيع أن تؤثر على قضية السكان الديمغرافية الحقوق قضية الأرض إلى آخره يعني طبعا وزارة القضاء هي دائما بدهيها عشان تأخذ المحاكم إلى اليمين ولكن وزارة الداخلية هي سيطرت علينا يعني بشتى الأشكال السلطات المحلية قضية لم يشمل وأكثر وأكثر من ذلك فدائما لنحضر من هذه الأميان عمليا وجود إنسان مثل بنكفير في مواقع من هذا النوع يوعدنا بالكثير من الخطر